أوضاع معيشية بالغة الصعوبة يعيشها سكان قطاع غزة من جراء تداعيات العدوان الصهيوني الأخير واستمراره بصور مختلفة إذ تمنع سلطات الاحتلال إدخال مواد البناء إلى القطاع من أجل إعادة إعمار ما دمره العدوان برغم مطالبات فلسطينية ودولية عديدة في هذا الصدد البيت تبعنا نقصف الآن إحنا عايشين في بيوت أجرات معمولنا شيء نتأجرنا طول عمرنا عايشين في هذا البيت والآن مشردين يعني مشتتين في نفس الوقت فإحنا منطلب من الإخوة في ضرورة إعادة البناء إلنا لأنه أنت شايف الواحد عنده حريم عنده أولاد عنده أطفال سياسيون فلسطينيون طالبوا المجتمع الدولي والدول الوسيطة بإلزام الكيان الصهيوني بتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الفصائل الفلسطينية خلال الحرب لوقف إطلاق النار وعدم ربط إعادة الإعمار بالتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة لتبادل الأسرى بين الجانبين المجتمع الدولي مطالب اليوم بتدخل فوري وعاجل للضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي رفع الإحصار بشكل كامل وفي مقدمة ذلك ضمان دخول مواد البناء إلى قطاع غزة بدون شروط أو قيود للأسف الشديد الاحتلال يواصل تعميق الأزمة الإنسانية في قطاع غزة من خلال استغلال الصمت الدولي تجاه هذه الحالة المأسوية التي يعيشها الفصائل الفلسطينية من جهتها تحذر من أن الاحتلال يعرض التهدئة الحالية للانهيار عبر استمراره في التعنت إزاء قضية إعادة الإعمار وفرضه حصارا خانقا على قطاع غزة يتجاوز مواد البناء إلى منع دخول كثير من السلع والبضائع الأخرى إذا ما استمر الاحتلال الإسرائيلي بسياسة التلك ولو للذراع بالتأكيد ستصبح التهدئة ووقف اطلاق النار في محب الريح ويتحمل المسؤولية الجانب الإسرائيلي عن انهيار وقف اطلاق النار لهذا ندعو الوسطاء الذين وعدوا مضرورة الضغط على الاحتلال للالتزام بموجبات وقف اطلاق النار وإدخال مواد الإعمار وبحسب محللين فإن تعنت الاحتلال بشأن إعادة الإعمار في غزة قد يدفع الأمور مجددة نحو التصعيد العسكري لا سيما أن الغارات الصهيونية على القطاع لم تتوقف بصورة تامة برغم إعلان التهدئة ما يجعل الأوضاع في غزة قابلة للاشتعال في أي وقت على وقع الحصار الخانق والعدوان المتواصل